الأصولة لاستذلال عند الأصوليين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه لكن المتفق عليه أولاً القرآن الكريم ثانياً السنة النبوية السنة النبوية لأنها الوحي الثاني بعد القرآن والله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا هو الأصل الثاني وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى ولهذا يسميها العلماء بالوحي الثاني بعد القرآن الكريم فيجب اتباع السنة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب علينا أخذه واتباعه والعمل به سواء كان متواترا أو آحادا المهم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما صح أخذنا به خلافا للمبتدعة الذين ينكرون السنة ينكرون السنة ويقولون يكثين العمل بالقرآن فإنكار السنة ليس عملا بالقرآن لأن الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فنته وهؤلاء يقولون يكثين القرآن القرآن قال لك ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فنته قالت جل وعلا من يُطِع الرسول فقد أطاع الله من يُطِع الرسول فقد أطاع الله وقال واتبعوه لعلكم تهتدون وأطيع الرسول لعلكم ترحمون فهؤلاء كذبوا في قولهم نعمل بالقرآن ما عملوا بالقرآن لما عطلوا السنة لم يعملوا بالقرآن وأيضاً القرآن فيه مجملات والسنة هي التي تُبَيِّنُها وتُفَصِّلُها والله جل وعلا يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكرى لتُبَيِّن للناس ما نُزِّل إليهم فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له ودالة عليه فالسنة لا ارتباط وثيق بالقرآن لأنها بيان له توضيح له تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقة وقد تنسخ شيئاً من القرآن يُنسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والقرآن بالقرآن والسنة بالسنة فلابد من هذه المطالب العظيمة وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذَّر منه فقال يُوشِكُوا رجلٌ شبعان متكِئٌ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي أو السنة من سنتي فيقول بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ مَا أَحَلَّهُ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا حَرَّمَهُ حَرَّمْنَاهُ قال صلى الله عليه وسلم أَلَا وَإِنِّي أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَا يعني السنة والسنة هي الحكمة وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هو السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب هو القرآن والحكمة هي السنة فالسنة لا بد منها وهي الأصل الثاني من وصول الأدلة المجمع عليها ولا عبرة بخلاف هؤلاء ما يعتبر خلاف هؤلاء لأنهم خوارج أو جهال أو متعالمون أو لهم أغراض سيئة يريدون نسف الدين شيئاً فشيئاً فلا يعتدوا بخلافهم ولا ينظر إلى قولهم